فيما يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم وفقاً لصحيفة غارديان البريطانية على احتلال أوكرانيا وتوعدت الولايات المتحدة روسيا بعقوبات قاسية تجعلها دولة منبوذة إذا اجتاحت أوكرانيا البيت لا بيضع لنا أن إدارة الرئيس بايدن وضعت اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات ضد روسيا فيما شكك مراقبون في جدوى العقوبات التي ستفرضها واشنطن على موسكو الرئيس الروسي قابل التهديدات بفرض عقوبات على بلاده بمزيد من التحدي والإصرار حيث أعلن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين دونتسك ولوغانسك ووقع على مرسومين باعتراف موسكو بالجمهوريتين وطالب البرلمان بالاعتراف الفوري بهذا القرار موقع أكسيوس قال إن اعتراف بوتين بدونتسك ولوغانسك هو على الأرجح خطوة أولى لعملية عسكرية واسعة ونقلت شبكة سي أن أن عن نائب مستشار الأمن القومي جون فينر أنه استنادا إلى أحدث المعلومات الاستخباراتية فإن الإدارة الأمريكية ما زالت تعتقد أن روسيا قد تقوم بعمل عسكري في أوكرانيا في أي وقت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد وصفت ادعاء الرئيس بوتين بأن قواته التي أمرها بالتوجه إلى شرق أوكرانيا هي لحفظ السلام بأنه مجرد هراء وبينما يكتفي الغرب حتى الآن بالتصريحات والتهديدات قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في خطاب متلفز إلى الشعب الأوكراني أن بلاده تنتظر خطوات دعم حاسمة وواضحة من قبل شركائها يحبس العالم حاليا أنفاسه انتظارا لما ستقوم به روسيا تجاه أوكرانيا مع استمرار القلق الغربي إزاء الحشود التي لا تزال متواجدة على الحدود مع أوكرانيا لكن يبقى أن الحرب في حالة اندلاعها ستكون مدمرة وستضع كافة دول العالم بما في ذلك روسيا على حافة الهاوية